على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خط أحمر أهلا بك فارس أهلا بك يا وسامة وأهلا بكل مشاهدي الأهلي خط أحمر وحلقة جديدة نتمنى يعني جمهور الأهلي يسمع فيها الحاجات المنتظرة بالتأكيد حلقة جديدة ولكن دائما وأبدا الحكومة المصرية والشعب المصري دائما وأبدا الأكثر حملا لهم القضية الفلسطينية دائما وأبدا مش هتلاقي فرق بين مواطن مصري ومواطن فلسطيني في هم القضية الفلسطينية بالتأكيد المواطن الفلسطيني يتعرض للأمر بشكل فعلي يتعرض للقصف بشكل فعلي ولكن يعني البيوت تهدم في فلسطين وتهتز البيوت المصرية دائما وأبدا الشعب المصري لا ينفصل أبدا ولا يتجزأ عن الشعب الفلسطيني دائما وأبدا إيد واحدة قضية واحدة هم واحد فكر واحد هو ده حال الشعب المصري اللي تلاقيه دائما وأبدا ما تقدرش تفرق بين ملامحه وملامح الفلسطيني هو ده الشعب المصري اللي النهاردة أيضا بتلاقي على مر التاريخ حكومة مصرية على مر التاريخ وعلى مر العصور مهتمة كل الاهتمام بالقضية الفلسطينية هي قضية مصر وليس قضية فلسطينية صرف لا قضية أيضا الشعب المصري قضية الدولة المصرية يعني مفتقدين وإحنا بنتفرج على الآهل خط أحمر أسر ومواطنين فلسطينيين كتير جدا جدا كانوا بيسرون بتعلقاتهم كانوا بيسرون بحمسهم الآن هم في مكان أفضل بالتأكيد هم شهداء عند ربهم يرزقون ده الوضع الحالي في فلسطين اللهم منصر فلسطين وأهلها والحقيقة وانت بتتكلم من خلال شاشة قناة النادي الآلي بتشوف على مدار الفترة الأخيرة إزاي تفاعل النادي الآلي كعهد وكعهد دايما مع القضية الفلسطينية وأيضا قناة النادي الآلي قناة النادي الآلي اللي بلكت القناة شاشة سودا لمدة ثلاث أيام حدادا على شهداء فلسطين النادي الآلي اللي من أول القضية وهو داعم بمواقف كتير جدا من أول يعني مش تأجيل كان فيه المفترض احتفال لبعض المنشآت في الشيخ زايد النادي الآلي لغى هذه الاحتفالات النادي الآلي في كرة السلة تجد اللاعبين بشعار القضية رغم البعض اللي كان رافض ان دا يحصل ولكن الآلي كان عنده إصرار بشكل واضح ان دا يحصل في مباراة كرة السلة في بطولة السوبر النادي الآلي اللي أصر على ان يكون التذاكر المفترض اللي تكون في مباراة العودة أمام سبا التنزاني كل الدخل ده لصالح ضحايا وشهداء فلسطين ولصالح القضية الفلسطينية النادي الآلي اللي بيطالب بالساعة الكاملة من أجل ان يكون فيه خمسين ألف على الأقل متفرج أهلاوي داخل الاستاذ من أجل زيادة الموارد اللي ممكن يتم إضافتها لصالح القضية الفلسطينية هو ده النادي الآلي دائما وأبدا الذي لا ينفصل أيضا عنه جماهير النادي الآلي جماهير النادي الآلي هتلاقيها شيء لهم القضية الفلسطينية في تنزانيا اترفع للقضية الفلسطينية في البحرين اترفع للقضية الفلسطينية في كل مكان هتلاقي جماهير النادي الآلي داعمة بشكل واضح جدا للقضية الفلسطينية هتلاقي مصر اللي مش بس رجالها لا كمان نساقها وقد إيه كنا فخورين ببنت مصرية بتمثل الهوية المصرية أمام الإعلام الغربي المضلل وقفت بمنطها القوة عند معبر رفح واتكلمت من منطلق القوة وإزاي إننا مصريين ليس ضعفاء نحن ليس ضعفاء اتكلمت إن احنا دائما وأبدا هنساند القضية الفلسطينية دائما وأبدا بنساند الوطن العربي هي دي الريادة المصرية في سيدة مصرية تمثل نهضة مصر الحقيقية اتكلمت أمام إعلام مضلل وقفت عاجزة عن إنها تعبر عن أي شيء أمام هذه السيدة المصرية رحمة هي فعلا رحمة رحمة للأمة العربية وصورة ونموذج للسيدة المصرية اللي دائما وأبدا عبر التاريخ كانت رمز للمقاومة وكانت لا تقل أبدا في دورها عن الدور اللي بيقوم به رجل المقاومة المصري هي دي مصر وهو ده شعبها وهو ده أهلها وهو ده دائما وأبدا هم قضيتنا القضية الفلسطينية يا فارس اللي هي قضية بالنسبة لنا ما فيهاش أي رفاهية قضية واحدة ومصير واحد وهي قضية مصر هي قضية كل مصري وكل عربي احنا مفترض يعني نفط جيدا أن هذه القضية غير منفصلة عن الشارع المصري ده اللي شفناه ده اللي لمسناه في الأيام الأخيرة صوت الناس في كل حتة قضية هي قضية مصرية قبل أي شيء هي تتعلق أيضا بالبقاء المصري وتتعلق بمقدرات الشعب المصري عيوننا إليك ترحل كل يوم تدور في أروقة المعابد تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد هي دي الكلمات حين هوت القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب هي دي الفكرة السلام يبدأ من هنا السلام يبدأ من المنطقة العربية الأمور لا يتعلق فقط بفلسطين أو مصر الأمر يتعلق بمقدرات شعوب ومصائر شعوب وأنا عايز أقول حاجة هذه القضية طول عمر الأدباء والمثقفين والساسة المصريين عندهم فطنة وحكمة وإدراق لأبعادها مش اللحظية وده المهم وبقررها مش اللحظية أنت دايما شايف بكرة دايما مهموم ببكرة دايما سابق بخطوة فيما يخص القضية الفلسطينية وعشان كده فيه أمور كتير جدا حابب أتكلم فيها وفيه جزئية حابب أقف فيها لما بقول فكرة المثقفين يعني الأديب الكبير العالمي الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ حينما كان يتوج بجائزة نوبل واستلمها المفكر المصري والأديب محمد سلماوي 1988 كانت الكلمة التي ألقيت والخطاب اللي كتب نجيب محفوظ من 1988 مهتم بالقضية الفلسطينية ويعي جيداً القضية الفلسطينية وهي دي القصة شوف انت ازاي شايف مشهد فيه مفكر وأديب مصري بارع زي نجيب محفوظ مدرك كل التفاصيل ومدرك صميم وعمق المسألة قال ايه نجيب محفوظ الف الضفة وغزة أقوام ضائعون رغم أنهم يعيشون فوق أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم هبوا يطالبون بأول مطلب حققه الإنسان البدائي وهو أن يكون له موضع مناسب يعترف لهم به فكان جزاء هبتهم الباسلة النبيلة رجالاً ونساءاً وشباباً وأطفالاً تكسيراً للعظام وقتلاً بالرصاص وهدماً للمنازل ومن حولهم ملايين العرب يتابعون ما يحدث بغضب وأسى مما يهدد المنطقة بكارثة إن لم تتداركها حكمة الراغبين في السلام الشامل والعادل هي دي الفكرة هذا رجل كان دايماً معني بالحارة المصرية وبالفكرة العربية وهو خرج للعالمية من رحم المعاناة العربية والمصرية فكان مدرك وإنت بتقول كلمة التتويج بجائزة نوبل كانت فلسطين وكانت غزة في قلبك وكانت الكلمة متعلقة بجراح وألام هي جراحنا كلنا وطبعاً زي ما قلنا كل مصري بيعبر عنده ما فيش حد مالوش دور والنادي الأهلي من مؤسسات مصر وكان دوره واضح النادي الأهلي بكل السبل اللي اتخذها تبرع بالدماء تخصيص عوائد يعني إقاف بس على مدار أيام من خلال منصاته أشياء كتير جداً عملناه لأن النادي الأهلي شأنه شأن الأندية المصرية شأنه شأن المؤسسات المصرية شأنه شأن المواطن المصري دي قضيته ودي رسالته وهي دي القضية وهي دي الرسالة وكوني أنسى دي الاستحالة وعشان كده بياني النادي الأهلي اللي بيطالب فيه الجهات الأمنية بيعني الساعة الكاملة للاستاذ القاهرة يعني العنوان بتاع واضح وصريح عاشت فلسطين حرة الأهلي يطالب بالساعة الكاملة لاستاذ القاهرة لتعزيز فرص جماهيرة في دعم الأشقاء بفلسطين تقدم النادي الأهلي بطلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهير بالساعة الكاملة لاستاذ القاهرة في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبة التنزاني يوم الثلاثاء في الدورة الأفريقي لكرة القدم جاء ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء بالتأكيد كلنا ثقة في الجهات الأمنية بالموافقة على طلب النادي الأهلي كلنا ثقة في جماهير النادي الأهلي أنها يعني تقدر أنها تحجز كل التذاكر لحضور هذه المباراة وأيضا كلنا ثقة في وعي جماهير النادي الأهلي في التعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية داخل أجواء وداخل مدرجات المباراة وأيضا بالتعاون الكامل مع الأمن المصري اللي بالتأكيد حريص كل الحرص أيضا ومهتم نفس همك بالقضية الفلسطينية حتى تخرج هذه المباراة بشكل يعبر عن مصر ويعبر عن شكل جماهير النادي الآن